طيب في الإعلام الدولي أيضا حقول لحضراتكم البي بي سي قالت الأهلي يخسر أمام باير نميونيخ ويكتفي باللعب على المركز الثالث روسيا اليوم قالت باير نميونيخ الألمانيا تغلب على الأهلي المصري في نصف النهائي وسكاي نيوز هزيمة مشرفة للأهلي أمام باير نميونيخ صحف جنوب أفريقيا برضو طبعا هتهتم بالمباراة الأهلي بقيادة بيتسو موسماني يحرم من المشاركة في نهاية كأس العالم بسبب باير نميونيخ سنلاقي معظم حتى الصحف البرازيلية بدأت تهتم بنتيجة المباراة لأنه خلاص الخاسر هيلعب بالمراس ففي تأكيد أو إشارة للقاء بالمراس مع الأهلي موقع بطولات أهل لزارتي مدرب الأهلي السابق الأهلي صعب المباراة على باير نميونيخ ويمكنه الفوز على بالمراس ده مدرب يعني عارف قدرات الأهلي وشاف ومرا في الأمريكا التي نف أكتر من هذه والله ياريت يا عم قال لزارتي نقل عنه موقع بطولات قال لزارتي في تصريحة خاصة لبطولات.com قال على أداء لعيب الأهلي في المباراة شاهدت المباراة بالفعل كنت فخورا بما بزله اللاعبون من مجهود خرافي لقد جعل لعيب الأهلي المباراة صعب على باير نميونيخ بكل نجومه الكبار شعرت بسعادة كبيرة وفخور بكل اللاعبين ومدرب الفريق بيتسو مسماني رغم الهزيمة يجب أن تكون سعيدا بالأداء والمجهود من جميع اللاعبين في الملعب الفريق كان النجم الأوحد وهذا هو الشيء المهم وأعتقد أن الأهلي سيتأهل لنفس البطولة في العام المقبل ويقدم نتائج أفضل ده اللي أنا كنت أقوله لكم من بدري قبل ما نقرأ لسارتي كرؤية أنه ده جيل بيكبر ده جيل بينضج ده جيل بيكتسب خبرات معظمهم عناصر صغيرة في السن متوسط لأعمار أقلب كتير من قبل كده محتاجين مزيد من الدعم محتاجين مزيد من الثقة محتاجين مزيد من الاهتمام بيهم عشان تلاقوا إن شاء الله دي نواه لجيل زهبي جديد بإذن الله لسارتي تذكر قالك تذكرت من اللاعب اللي في الملعب فقط اللعب اللي أنا كنت بدربه في أمبي مجد أفشا أه لا ده كروجر اللي قال كده إنما لو صارتي إشادة كاملة بأداء الأهلي وقال إن بير الميونيخ فريق غني عن الكلام فلما الأهلي يتمكن منه الصمود قدامه بهذا الشكل يستحق التحية نجوم الفن برضو شاركوا بقراءهم وانت راجل فنان كله يعني كتير من النجوم تفعلوا مع المباراة ومع أداء الأهلي وغردوا بشكل مهتم جدا بالمباراة المطربة الكبيرة أنغام قالت كل الاحترام لرجال وأبطال الأهلي شرفتونا أيتن عامر قالت فخورة بك يا أهلي على الحلوة والمرة معاك الأهلي شكرا لكل الفريق الرجالة بجد نادا باسيوني قالت شكرا للعاب الأهلي رجال فوق العادة على الحلوة والمرة دايما معاه الحمد لله الفنان نبيل الحلفاوي شوت ثاني جيد نتيجة معقولة أمام بطل العالم وهي التي توقعتها في السيناريو الأول أمامنا الآن أهم مباراة المطلوب فيها الفوز على النادي البرازيلي لتحقيق المركز الثالث وعتلاء المنصة في نهاية سعيدة إن شاء الله الفنان أحمد السعداني قال الحمد لله مع فرقة ما عندهاش عزيز ولا غالي ولا بتعرف الرحمة الخروج بالنتيجة دي إنجاز كبير فعلا الفرقة دي العالم كله بيقول لها هو أنتم ما عندكوش أهل ما عندكوش عيالته طيب بصوا بقى الناس حتى مع بعض برة حتة التلقيح موجودة في كل الثقافات في صحفي مدريدي بعد المباراة الرجل ما فوتهاش من غير ما يلقح على برشلونة وميسي اللي شاله الثمانية من باير الميونخ فكتب الفريدو دورو قال ما معناه بالعربي في الأهلي مفيش ميسي قال في مصر جدين لأحد يتقاضى في هذا الفريق أكتر من 555 مليون يورو في 4 سنين دراتب بتاع ميسي ومع ذلك ما وقعوش بالتمانية يعني طبعا تشوف حساسيات هتلاقي مدريدي الهوى ده طبعا ما هو صحفي مدريدي المذاكر واقع يعني هو استند إلى واقع أي إنما لو بصنا على التصنيف اللي صدر النهاردة من أحد المواقع المهتمة جدا ببطولات كرة القدم وتصنيفاتها وفقا لنقاط المشاركات والمباريات أعلنت القائمة الفريق اللي كسب الأهل مبارح هو الأول عالميا يعني باير نوميونخ يتصدر هذه القائمة الأهل في المركز الكام الستة وتلاتين أعرب نادي مصري من الأهل بمفارقة الأرقام الأهل ستة وتلاتين الزمالك مية ستة وتلاتين في لائحة الترتيب الأهل تفوق حتى بالمراس اللي هي لعب الأهل إن شاء الله يوم الخميس جي في المركز الأربعين الأهل تفوق على بنثيكا تفوق على بوكا جونيور تفوق على أندية كبيرة وجي ترتيبه في المركز الستة وتلاتين برضو صديقنا هاني إدريس في اليونان لفت نظرنا إلى أنه حتى اليونانيين من الجماهير العادية متفاعلة مع اللي حصل مبارح في مباراة الأهلي باير نوميونخ واضح أن الناس كانت متخيلة أن فيه عداد هيعد لجوان فلما شافت أن فيه فريق مصري عنده هذا القدر من الصمود والرجولة والشجاعة في الملعب قبل أن يأتي المباراة باربع دقائية بدأت المسألة تبقى إيه ده دي ناس وقف على رجلها بجد وما بتنهرش وده المكسب الحقيقي من مباراة مباراة فقال المشجع اليوناني أعتقد أن فريق الأهلي أدى أداء معقول جدا ضد أقوى فريق في الكون مدرب الأهلي كان منطقي جدا وتعلم من دروس مباريات برشلونة وتوتنهام وأرسنال وبعض فرق البوندسليجا فريق الأهلي لعب بقوة شديدة في الدفاع وبروح عالية جدا لعبوا بالياقة بدنية عالية طوال التسعين ديئة كل الاحترام لفريق الأهلي المصري بإذن الله هناك تسير من الكلام نقول كيف نواة هذا الفريق الواعد ونقولوا الواعد ما ليش دعب دلوقتي بأفريقيا ومصر إذا كنا عايزين بقى نتحاسب على المستويات العليا تعالوا نفكر زي ما بيفكروا ونتصرف زي ما بتصرفوا أنا عايز أشوف الفرقة دي اللعب بتاعنا في خلال سنتين دراعوا قد كده وبطنه وعضلات عاملة ازاي وسدره عامل ازاي وهما بيقلعوا الفنلات الفوارق البدنية بينها بين كل فرقتين يوم ما نبقى عندنا هذا التكوين البدني والعضلي وحتبص تلاقيه حوش مع المهارات اللي موجودة والله العظيم نتنقل نقلة تانية خالص بإذن الله اشتركوا في القناة